والسبايا هي المغريات التي يقدمها تنظيم داعش الإرهابي لمن يلتحق بركبه الإجرامي فتيان بين عمر الخامسة عشر والعشرين عاما أهداف سهلة تريهم هذه الأمور عندما يشرعنها الإرهابيون عن طريق صبغها بالدين علي كمال إرهابي مصري عاد من مكان إقامته في ورشة لأحد إرهابي تنظيم داعش في مدينة درن الليبية كشف تفاصيل أساليب التنظيم الإرهابي في تجنيد الإرهابيين مبالغ مالية كبيرة يرسلها التنظيم إلى أهالي من ينجح في تجنيدهم عبر مكاتب صرافة في مصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومن ثم يرسلهم إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية عبر الأراضي التركية موضحا أن الإرهابية صفوة حجازي المسؤول عن الورشة كان يقوم بنقل السلاح من ليبيا إلى الأراضي السورية عن طريق تركيا وبالتأكيد بطواطئ من نظام حزب العدالة والتنمية هو القصة بتجي إزاي؟ هو بيجند المصريين وبعدين يدربوا ويصدرهم لسوريا ومن سوريا بقى هو هناك بيفضل يجاهد أو بيرجح يوزع بقى بس بعد كده طبعا إيه؟ يبقى يعرض عليهم أنا بيت أشوف مثلا شاباب صغيرة بيترد علىها فلوس بيترد علىها سبايا إنهم أمسهم ستتينك سبايا يروي كمال تفاصيل قصته بعد أن حلق لحيته وارتدى ثيابا بعيدة عن زي تنظيم داعش ويكشف أن المناصب التي يتولها الإرهابيون في درنة تعتمد على حجم القتل الذي يرتكبه الإرهابي هناك بعد أن يثبت ولائه للتنظيم بارتكاب عمليات إرهابية في بلده بعد كده بيروحوا يجهدوا بيقوموا بعمليات نوعية ممكن داخل البلاد تاني بالاتفاق معاهم مثلا زي العمليات تفجير الكنيز مثلا في مصر زي عمليات نوعية مثلا في أوروبا أو بر مصر مثلا على سبيل المثال مثلا محمود اللي هو بتاع كنسة البتروسية دوت أنت بتقولي كانوا معاك؟ بقت معايا لتين محمود دوت بقت معايا هو أحمد عبر الرحمن فبسأله بقوله أنت تشتغل معنا هنا في الورشة ولا فين وعود كاذبة هكذا وصف كمال ما قدمه تنظيم داعش الإرهابي من مغريات لمن التحق في صفوفه من إرهابيين بعد أن يضمن انغماسهم في القتل والتدمير وبعد أن لا يبقى أمامهم من خيار سوى الاستمرار في إرهابهم حتى الموت على أيدي الجيشين العربي السوري والعراقي المستمرين في مكافحة الإرهاب المستمرين في مكافحة الإرهاب